السلام عليكم الله واركاته الفيديو ده مختلف شوية الفيديو ده و اي فيديو تاني ان شاء الله يعني بعد كده ممكن اقوم بسجل فيديو مجرد ان انا اتعربت الموقف او حاجة ممكن فيه معلومة فيدي الناس او سؤال تسألته تمام؟ ان شاء الله ام السؤال النهاردة كان ايه؟ او موضوع عن ايه؟ اشياء زي ما تشعيفين قدامكم دي جوجل يطيرو بقى الموضوع عن ايه؟ الموضوع سؤال سؤال تسألكم والسؤال ده يسألي كتير يعتبر من كل اللي بياخده عندي كورس يعني اغلبه لعشان بس ما يبقاش التعميم ده غلط دائما بعتبر غلط اغلبه تمام؟ ممكن فما دون الادفانس يعني الناس ادفانس لا ممكن مش كلوه بيسأل السؤال ده اما اللي تحت الادفانس اغلبه بيسأل السؤال ده اللي هو ايه؟ الكلمة دي معناها ماذا يعني هذا؟ وفي الغالب اول سيشان بس بعديها ممكن اقول لهم ماذا يعني هذا؟ ليس بالعربي ليس بالعربي غيرك عن الناس اللي تقول لهم خالص تمام؟ بقول لها لا ماذا يجب ان افعله اولا 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 لا أريد أن أسألك أسألك من أسألك هذا الموضوع بجد مشكلة لماذا كل الناس لا يستطيع أن يأخذ كلمات طبيعي جدا لغة جديدة الذي ليس طبيعي هو أن نعتمد أن أسأله هذا مشكلة بصيبة في عصير نت أنا أصلا لا أحتاج أن أأخذ كورس لا أقول لكم أن أحتاجه خالص في البداية أبدا لكن بعد ذلك أنا أشوق طريقي مع نفسي وخلاص وفي ناس بجد من غرح الفان في ناس من البداية خلاص ويقضوها مع نفسهم يمكن أن يعملوا مثلا في طريق غلط ويرجعوا إلى طريق الصح لكن لو أجدوا أحد ينصحهم ويوجههم صح ويقوموا مثلا خطة ويقوموا عليها في ناس بجد من شاء الله يقوموا بالطريق بكل احتراف ما أحدث سؤالها سأيتوي هو يقول لكم المعنى بتاكي مني سأيتوي في البداية خالص طعاً هي طلبة ليس كبيرة لا صغيرة وفي مدرسة لغات وشطونة إن شاء الله لكني سأيتوي في البداية ولكن بعد ذلك طعاً سأيتني برّ السيشم لما أجب السيشم بعدها أسألها هذه السؤالة أعمل فيه أسألها لا أسألها أسألها كيف تفعلها كيف تفعلها كيف تفعلها كيف تفعلها كل ما يعرض لنا موقف أسألها أسألها طبعاً سر الطرق البحث عن المعلومة لا يوجد أي شخص يتوصل لها هناك أشخاص يتوصل لها عن طريق أنهم يتعبسوا في النت هناك أشخاص يرى موضوع أكاديمي وقرأوا كتب في طريق البحث عن جوجل هناك أشخاص يقرأوا ويأخذوا فيها كورسات على فكرة لكن لا أعطيكم لا أعطيكم هذه الأشياء ولكن هي كيف أحصل معلومة عن الإنجليش مثلاً أريد أن أعرف معنى حتى لو بالعربي أريد أن أعرف معنى أريد أن أعرف معنى أشخاص يترجمون أشخاص يترجمون أكثر منه مثلاً أريد أن أعرف معنى أريد أن أعرف معنى لكن أريد أن أعرف كلمة القيمة الجامدة التي أستطيع أن أضعها في التكست أنا أكتب في مدونة أو أكتب في المكان وأريد أن أريد أن أعرف كلمة حجمها كبيرة أو فحمة أو أستخدم الكلمة أيضاً أريد أن أعرف معنى أخرى أريد أن أعرف نفس المعنى أريد أن أعرف نفس الكلمة هذا غلط جداً أن أقرر الكلمة في نفس الكنتاكت لمجرد أن أعرف نفس المعنى هذا من عيوب الكتابة أو أدب في كتابة أو مقالة عادي حتى لو تكتبه في المدرسة أو تكتبه في المدرسة السؤال الغريب أول سؤال كانت بمعنى الكلمة وعرفتها كيمبرج قموز اسمه كيمبرج إكسناري المرة الثانية كانت السننمز يعني السننمز يعني متلاغة وضفات الكلمة والأنتنمز يعني المضادة هذا سهل لكن المرة الثانية كانت سؤالة مختلفة تقول لي أن هناك شيط ورقة أريد أن تعرف ماذا؟ أريد أن تعرف فيها تفينيشن يعني تفينيشن تعريف الكلمة وعايزين تجيبها الكلمة نفسها فيه كلمات عرفها أو خديثها وفيه كلمات لا جديدا طبعا الدنالة هي مفروض بقى الشوء الوضع طريقة مساعدة أدوات لك يا الله مستعين المهم المهم لديه كموس جميل سأخبركم عليه مناسبة اسمه وان لوك دكشنيري تمام هو هذا كموس رائح وان لوك دكشنيري هو اسمه كده وان لوك يعني وان لوك بجدد يعني وان لوك يعني نظرة واحدة فعلا نظرة واحدة ممكن تستغنى عن بيه عن الدكشنيري الثانية كلها تمام؟ بيفيدني في ادكي وان لوك ده بابت فيه عايز معنى زي ما قلت لكم معنى الكلمة تكتبوا الكلمة ستجد كل الدكشنيري الثانية الموثوق منها ستجدوها تحت تمام؟ مثلا ديفنيشن انا في بادي ديفنيشن وعايز دور على كلمة بتاعني ديفنيشن ده برضو هتلاقوا كل الكلمات أو ديفنيشن الكلمات الـ والعكس وانه يعزين بتاع كلمة وعينة برضو هتجبها كل حيث هقول لك على الجنة بتعافي دورتي انا مثلا فأسقل او او اص графك الوصيد مثلا او اصفر ايه الرزي دنت يعني رزي دنت ما تهو رزي دنمين؟ سوى بابسكيم التساكن دي اعصلا ممكن استقديمها كأذن آجكته صفة او مثلا يابب الروز دنس او كده رزي دنس ساكن أو مثلا we have a residence in our apartment or something like this or a floor عندنا ساكن بقى كده الشخص نفسه تمام اول ما كدت الكلمة عملت search هديني general عادي كلمة وكل الدكشناري is ill authorized one ما يمو بسترد دهولي اول واحد اوكسفورد ودكشناري ده وده 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 تحفر ابحث عنهم ادخل بست ويلاقي المعلومة ويديني واحد الخلاصة يدالي في المربع تمام quick definition quick في الماكملون والوردن الكلمة as a noun و as an adjective رائح وتقول more لو انت عجبك بداية الدفنيشن تكتب more يدخل قموس ويديك البيت الدفنيشن تمام is it good نرجع ثاني انا مش عايزة مثلا اكتبت resident ممكن ما يبقاش ليها يعني مثلا اتلاو ايه الكلمات الاختاصة بها general عاديك general الكلمة في العموم وممكن استخدامها في business وليس استخدامها في art مستخدامها في computing and medicine تمام مسلانيس عشوائيا كده بيجيب الحاجات التانية مش التخصصات فيها التخصصات تانية بس مش مشهور قوي مستخدامها في religion مستخدامها في religion مستخدامها في سلانج ومستخدامها في فريزز فريزز دي حلوة اوي 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 يعني تمام يعني جمل فيها الكلمة دي تمام انا الوقتي مثلا اححص عن كلمة ذانية اشيلها وقت دي لو كده كلمة زي كلمة prayer for example prayer يعني صلى مستخدامها في الغالب هالي في الغالب هالديم religion يعني اول حاجة طبعا السلانيس بارد موجودة والميدسين اذا موجودة في الميدسين سبحان الله computing والبزنس والارت والجنرال والسلانج وكل تمام اي واحدة هابحص فيها هاتنزل تحت وتوريك تمام البزنس اهان الكمبيوتين اهان امتاز ورائع امتاز وردو نفس الكلمة تلاقوها هنا في المكملن وردو تمام رائع جدا كلمة مثلا كان فيه حاجات ثانية كده هاريها لكم دلوقتي يعني ايه قولني قلتلكوا prayer يعني صلى الله قلتلكوا the word that before prayer it was resident يعني ساكن كلمة قلني يعني بالعربي ممكن بانتو ستشوفوها الوقتي ممكن هي صعبة شمية كمان a country that's controlled by another country اه ايوا درقوا بالعربي دولة محكومة دولة محكومة دولة استعمار ابرابو طبعا ده اول definition فيه definitions تانية هتلاقوا مثلا دكشناري ده مثلا اقولك a group of animals with the same type of loving together يعني عيبة يعني في مرة حيوانية تعيشين مع بعض دي معانا كلمة قاومة دي معانا تانية تماما كويس قوي بس اريدكم شيء في الاخر الفيديو طبعا كما ترون كل الدكشناريات وكل التخصصات اقولك word origin اصل الكلمة نفسها كم يعني اخترعوها في الموضوع ليس اخترعوها في الغالب الكلمة استخدمت كما بدأت تستخدم سواء بام اسمعين بوروين يعني مستلفينها من لغة الانية مثل الاربك الانجلش على فكرة مستلف كلمات كثيرة من العربي ومستلف ساعات من الفرنش والفرنش ساعات مستلف من انجلش ففعلا بيطقي اللغة الانجليزية يلاقي الفرنش الفرنسي سهلي جدا عليها where is similar to colony اه كلمات شبيهة الى word colony كلمات شبيهة الى word اسمعين استخدام بقى هذا اهم من جزء عندي بذلك من الناس مترجمة او الناس عايزة استخدم الكلمة انا عايزة استخدمها اشوف استخدمها ازاي 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 اي حرف جر واي حرف جر هيليق معها او حرف جر هيكون ايه عشان يديني المعنى الفلانى وهكذا او لو كانت adjective برده وحطها قبل ولا بعد ال word وانظامها وهكذا او بتوصف ايه بتوصف persons وال Pride و مش الماركب ماذا لم توصف السماية الكلمة creeks تتشابت برده والامريكام يوصفه كلمة كلمة اوي ك pathogens كم من transitioning بس عشان تابعوا انتوا سمعوا الفيديو و تحسوا انه في حاجة جديدة و اضفت لكم فشدهوا كلمة سهلة تمام popular adjective describing calling تمام و rhymes ايه rhymes دي فاولوكم دلوقتي كلمة بنفس الرhythm بنفس النطق نفس الرhyme زي مثلا نعم we all humankind brother side by side تمام اغنية تسمى يوسف دينا قلتها we all humankind brother side by side ايدي اسمه رايم بقى تمام اذا فضعت كلمة رايم دلوقتي يديني كل الكلمة للشبه عباك ان تشغلتها مش تحتاجوا كل حاجات دي بستي يمكن حد بيسمع فجمع ظين اوه حين اكتف الكلمة كلمات جديدة كلمات جديدة لعنى ! عشان تب كلمات جديدة كل يوم تطلع كلمات جدا في الزكاك العربي وفي العامة يطلع كلمات جديدة في الانجليش تمام طبعا الناس المستوي جماعة الموضوع بمستويات يجب أن يستخدموا simple language يجب أن يستخدموا simple language حاولوا تطلعوا على كل جديد هتلاوي هنا بقى سلانك حلوة في الوربان دكشناري بقى دائما السلانك وهنا phrases that include colony هتلاوي peanut colony تمام كويس فريز يعني فريز فريز ليس معناه ان يكون جملة كاملة فريز يعني ممكن تبقى مثلا الادكتف والناون ليس جملة كاملة الكلمات موجودة ستجدوا هى هنا كلهم سبحان الله واشنا تتخيلوا عند البحث عن كلمة بتبحث فوقه كل المعارفة في المنطقة سأبحث عن كلمة نفس الحاجة كده for example to subject من هو تخضع يعني يخضع عن الازل ايوه الدليل قومي اول حاجة توقف تبع اوكي بس جيد بس جديدة بس اكتر حاجة تلقى في الاول اوكي for example to run for example to run quickly داش speed يعني داش كلمات مختلفة تمام تمام طب مانا ممكن بقى اجيب بقى حاجة ثانية ايهي في حاجة فو كده اسمها reverse dictionary هتكتب و يبقى اكتب الكلمة او type word or phrase and hit enter هتكتب الكلمة او phrase بيتعبوا ع كلمة تي و وروح دايز enter تمام فهم exha نفسى ويسر الله الكلمة مجبسة بصوا باني هينة صنّف المرة فجدة كيف تكلم two الصور جمال زوجها معيش اكتب مش عايز لن أعيز كده هنا أول ناون كده الدوبة تنتقو من البرب وتروحوا بقى مش بس تخذوها. يعني لا أمفهود أولا تلاقو كلمة تروحوا ممكن متقضيش الغرض اللي أنا عايزين فتروحوا رايحين ليه أيها الاسئة استخدام الكلمة نفسها انا اذهبوا على كامبردج انا اول معرفة القول ذا قلت هذا التعقيد ومعرفة في كامبردج انا اسهل من هذا او كامبردج اذهبك او تسهل هذا تضوط اما هل كان هذا الصعوبة اللي فيدي ايه كل الحاجات التصوير لكن بعد ذلك ماذا تقليل فيه النفاع جدا طبعا في في الاستخدامات بتاعت لو هكتب او هعمل اي حاجة او هترجب وكذلك انتو يعني لو مستعدتوش موضوع ودستو فيه وقربتو لو فيه حاجات بتظهر لك انتو مكنتوش توقع ان انتو هتلاقو بسهولة كده بدلا متعدتو بحاسة طرق تانية لا هتلاقو نفسوكو بتجيت the best results in an easy way اوكي فعنا هنا مثلا هرجع the one look تاني من البداية وهي دي هاني بناية one look thank you so much for watching السلام عليكم ورحمة الله وبركاته